اسلام عليكم خالد عحم من اسكييب رداكشنز والنهارده بقدم لكم الحلقة رقم اثنين وثلاثين من اي جيان اول خبر هنتكلم عنه النهارده ممكن يعتبر زي التسريب لمعاد نزول لعبة جود افور احنا عارفين ان اللعبة تنزل في خلال السنة اللي جاية في اول السنة وفي بعض التوقعات انها ممكن تنزل في نفس الفترة اللي نزلت فيها هورايزون زيرو دون السنة لكن من خلال موقع امازون في معاد نزول ظهر ان اللعبة الممكن تنزل بين 5-10 مايو واللي جاي ومعاد النزول ظهر من خلال ايميل اتبعت لشخص عمل بري اردر اللعبة وظهر له في الايميل ان اللعبة تنزل في خلال فترة دي لكن على موقع بتاع اللعبة تحديدا دلوقتي لو اي حد راح بص على موقع امازون هلقي ان اللعبة مكتوب هتنزل يوم 30 يونير 2013 من الممكن يكون معادة النزول ده على موقع امازون عبارة عن يعني يما بيحددوا الفترة اللي تنزل فيها اللعبة ممكن قبل او بعد الشهر ده ساعات كتير جدا بتحصل حاجة زي كده لكن في خلال السنة دي بتحديد يعني فيه كزا ممكن تعملهم في وفي معتقدش ان هو ممكن يحضروا لكن عندنا طبعا في اخر السنة من الممكن يكون في تحديد رسمي لمعادة النزول اللي تنزل فيه اللعبة. تاني حاجة عاوزين نتكلم عنها كل سنة وطيبين كده الاول عادة سنة على معادة نزول ما احطقتش ان دي مناسبة اي حد ممكن يحب ان هو يحتفل بها بس نزلوا كبير جدا للعبة في خلال الفترة اللي فاتت ده اسمه وفيه محتوى يعني ممكن نقول بكل موضوعية هو مش صغير خالص هو كبير جدا اللعبة تقريبا يعني بتضاف لها المحتوى اللي كان بتوعد ان هو يكون موجود قبل ما تنزل لان اولا الابديت ده هيضيف مهمات كواب هيضيف بعض الافكار الجديدة انك انت ممكن تستكش في الكواكب انك انت تتلعب شوية في شكل تضاريس تحت الكواكب اللي انت بتروحها هيعدل على مستوى وهيضيف تلاتين ساعة من القصة انا طبعا يعني مش عارف هل كان في قصة اصلا يعني في الاول عشان يضاف لها حاجة حاجة زي كده الواحد مستني قراء الناس على الانترنت انها تظهر اكتر عشان الواحد يعرف هل فعلا قدموه اللي هو جيمز ده يسمح ان اللعبة يعني مستوى يعلى شوية بس يعني لو هنبص النص الكوباية المليانة يعني اللي هو شوية مايو صغارين فقار الكوباية يعني هلو جيمز غلطات كتيرة جدا في الدعاية بتاعت اللعبة وفيه وعود كتيرة جدا ما تنفزتش والدعاية تاعت اللعبة مضللة وتصميم اللعبة ذات نفسه فيه حاجات غلط كتير بس يعني على الاقل زي ما قلت لكم نبص النص الكوباية مليانة فيه شوية احترام يعني صغيرين ناحيتهم بسبب انه هم متمسكين باللعبة لسه عاوزين يعني يشتغلوا عليها ويقدموا جديد لها لان فيه مطورين نزلوا حاجات ممكن تكون محبطة كتيرة جدا وما عدلوش عليها ولا استجابوا القراء الناس نحيتها زي مسلا اللعبة زي اللي مفروض كمعات نزولها رسمي في شهر سبتمبر الفين واربعتاشر او اللعبة زي سوية بقى اللعبة دي او اللعبة دي مطورين اخدوا فلوس ويخلعوا يعني ما عملوش اي حاجة غير ان هم عملوا كتلة من الاحباط او ممكن اقولوا خصوصا بالنسبة لحالة دايزي كتلة من حالة النصب وموقع اي جين في الوقت الحالي بيعمل مقابلات مع مطورين بتاع لعبة وعملين تغطية للعبة فيه يعني فيديوهات وفيه معلومات ممكن تكون جديدة اتقالت من خلال التغطية دي اول حاجة بالنسبة للمهمات الجانبية تعرض فيديو تمنتاشر دقيقة لمهمة جانبية في اللعبة الصراحة الفيديو نفسه كمحتوى انا بشوفه قدامي ما كانش فيه حاجات كتيرة ملفتة الانتباه ووضعا الحاجات اللي ممكن تكون ملفتة بيشيلوها يقولوا ان هم مش عاوزين يعرضوها عشان ما يحرقوش حاجة على اي حد فلازمتها ايه انه كنتوا اعرضتوا الفيديو ده بس الكلام للتعليق اللي كان بتقال من اشرف اسماعيل مخرج اللعبة وسط الفيديو ده ما كان شغال ان اولا المهمات الجانبية هتكون مدتها ما بين 15 دقيقة لنص ساعة فدي مدت مهمة جانبية هتكون كويسة جدا وهتكون كل مهمة ليها قصة بتاعتها ليها الشخصات بتاعتها وتاني حاجة ودي كانت مهمة جدا ان كل شخص يلعب اللعبة هتكون تجربته مختلف عن الشخص التاني لان اللعبة هتدي مساحة كبيرة لان يكون فيه افكار مختلفة ممكن تتنفس بها المهمات دي انا الصراحة مستني اشوف التطبيق الفعل للكلام ده قدامي هبقى عامل ازاي لان الكلام ده مش حاجة يعني بسيطة ممكن تمر مرور الكرام تاني حاجة دي شخصيا يعني انا ما اجبتنيش في الفيديو اللي اتعرض حركة وشوش الشخصيات اللي كانت موجودة في الفيديو ده ما كانتش حلوة حركة وشوش الشخصيات كانت عاوزة تتضبط واتماني من ضمن الحاجات اللي هما ما يزالوا شغاليين علىها في الوقات الحالية عشان يزبطواها مكتوب طبعا بس اتمنى ان هما يكونوا شغالين على ان هما يحسنوا مستوى حركة وشوش الشخصيات في اللعبة. طبعا في فيديو تاني اتعرض بخصوص الكامبات وبخصوص انواع الانميز والاسلحة الموجودين في اللعبة اللي اتأكد من خلال الفيديو ده حاجة انا كنت معتقد انها موجودة في اللعبة وهي ان يكون فيه انواع مختلفة من اساليب التعامل بتاع الاي اي معاك. يعني فيه رتب مختلفة من المجندين الموجودين قدامك كل واحد هيتعامل باسلوب ذكاء مختلف او باسلوب هجوم مختلف ودفاع مختلف معاك. فالعسكار العادي مش هيتعامل معاك بنفس اسلوب الفرسان مثلا او نايتس او ايا كان اسمهم ايه في اللعبة هنا. حاجة كده اشبه بالنظام الاي اي اللي موجود في اللعبة زي هالو. لكن بالنسبة لحاجة تانية بقى لتخص ييبي سوف ان هما فتحوا ستيديو جديد في السويد وهو ستوك هولم عشان ده اللي هيكون مشارك بنسبة كبيرة في عملية تطوير لعبة افاتر. اللعبة دي هم مفروض ستيديو ماسيف اللي عمل اللعبة زي ديفيجن. هما اللي شغالين عليها. لكن ستيديو ستوك هولم هيساعدهم بنسبة كبيرة في عملية تطوير اللعبة. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها ان المدير السابق لستيديو دايس تعقيقية مفروض ان هو مدير الستيديو ده في الوقت الحالي. في تفصيلة جديدة ومهمة تقلت بالنسبة لعبة طبعا اللعبة عليها حالة من الاجواء السلبية في الوقت الحالي بسبب حوار الموجود فيها. وللاسف الشديد يعني اللعبة دي تفاصيلة يعني اجابية جدا من ناحية الافكار اللي موجودة فيها. لكن الموضوع ده هيغيم عليها بشكل كبير بتاع اللي اتقل جديد بالنسبة للعبة كان من ضمن تغطية لمواقع ان اللعبة هيكون فيها محتوى من بعد ما تخلص القصة. ان في حاجات معينة حاجة كده بتفكرني بالمهمات الجانبية في بعد ما بتخلص القصة نفسها. انت طول اللعبة مفروض انك انت بتحاول انك انت تسيطر على حصون موجودة في اللعبة. لكن اللي هيحصل بقى بعد لما تخلص اللعبة وتخلص كل الحصون اللي موجودة في اللعبة دي العكس انك انت تدافع عن نفسك. فدي هتكون فيها اضافات جديدة وانك انت تشوف منظور مختلف للمعارك اللي انت بتعملها بانك انت الطرف اللي بيدافع. وبالنسبة كان فيه مقابلة مع واحد من مخرجين اللعبة في مجالة ادج. وقال معلومة مهمة جدا بالنسبة لعدد المهمات اللي هتكون موجودة في اللعبة والمحتوى بتاعها. اللي اتقال ان عدد النشاطات اللي هتكون موجودة والمرتبطة بالبي في اي بالجانب اللي هو player versus environment اللي هو هيكون مرتبط بالقصة وبالنشاطات حتى الاستكشاف والكلام ده هيكون في حوالي تمانين مهمة. طبعا رقم زي ده كان كبير جدا في ناس حسبت عدد المهمات اللي كانت موجودة في الجزء الاول بكل الاضافات اللي جاية معاها طبعا كان فيه سبعة وسبعين مهمة على مستوى destiny one. طبعا الرقم زي ده ممكن يحمس ناس كثيرة جدا ممكن ناس تطمن للعبة. انا بقدرش اختلف الرقم كويس جدا وعمر اللعبة لو فعلا خمسة وخمسين ساعة هيكون دي حاجة كويسة. بس فيه حاجة المهمة اللي لازم نعرفها هو مستوى الجودة تاعت المهمات دي. هل المهمات دي هتكون يعني متنوعة فيها مواقف مختلفة. ولا هتكون يعني عبارة تقرار لنفس قالب معين وخلاص. واللعبة المفروض ان فيه جاي للعبة الابديت ده عامل يعني جدال بسبب الحجم بتاعه. الابديت ده على حسب انت هتنزله باني تاكتشرز باك. لو انت هتنزله على بي سي هيكون حجمه اتنين واربعين جيجا. لو هتنزله بدون الالترا اتش دي باك هيكون حجمه خمسة عشر جيجا اللي هو برضو كبير شوية. لكن على الابديت ممكن يعتبر كبير شوية برضو. هيكون حجمه خمستاشر جيجا. والابديت حجمه الضخم ده سبب ان هو هيعيد ترتيب او ممكن نقول هيعيد بناء اللعبة من اول جديد من ناحية الملفات. ان هو هيخلي اللودينج في اللعبة ممكن يكون اقصر شوية. هيخلي فيه تعامل اسرع مع اللعبة. وطبعا هيصلح كمية مشاكل كتيرة جدا موجودة في اللعبة. المفروض ان كان فيه حاجة اسمها كانت شغالة على انها توفر انها تصلح اللعبة. وطبعا هما هيجمعهم كلهم في اوب ديت واحد. فيه طبعا اضافة جديدة للعبة في خلال الفترة اللي جاي اسمها او او يعني فيه ناس بيقولها كده او كده. الاضافة دي من خلالها فيه تلاتة اتنين من هونج كونج واحد من بولاندا. وطبعا هيضاف خريطة جديدة من خلال الاضافة دي. وطبعا هي مجانية كعادة الاضافات اللي بتنزل للعبة. لكن طبعا المحتوى بتاعها مفتوح بشكل اولي لاي حد معا السيزن باس بتاع سيزن تو. وكان فيه مقابلة تعاملت في الفترة اللي فاتت مع مخرجين لعبة انشارتد لاست لاجيسي. وكان فيها تفاصيل كتيرة جدا يهم بخصوص اللعبة. يهم بخصوص مستقبل الالعاب بتاعة نوتي داج. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن جزء من المقابلة دي. وخص يعني امتى ممكن نشوف زا لاست في اس تو. اللي هو مش هيكون بدري تماما. لكن هم قالوا تفصيلة تانية مهمة انه عاوزين في الاستيديو يستكشفوا جانرز جديدة. افكار جديدة في الالعاب. وان السنين اللي جاية نشوف منهم العاب جديدة او سلاسل جديدة. طبعا دي حاجة انا اتمنى وبشدة ان انا اشوفها من نوتي داج. انا اتمنى بفعلا ان هم في الوقت الحالي يركزوا مسرعة على فيه متساحة كبيرة جدا انك انت تقدم افكار كويسة في الجيم بلاي من خلال اللعبة دي. وان احنا نبتدي نشوف منهم حاجة زي اللي حصلت لجوريلا جيمز. لعبة جديدة واختلفة تماما عن الاسلوب المؤتد منهم. كان بيعملوا لعبة شوتر لينير زي كيلزون وبعد كده عملونا لعبة مسلا زي لعبة دي كانت يعني نطة كبيرة جدا بالنسبة لهم. فاتمنى بجد ان انا اشوف يعملوا حاجة زي كده. اه طبعا بالنسبة اللي احنا جدنا سريتهم وطبعا كان لهم سلسلة زي كيلزون وكان في مقابلة مع مدير بخصوص اي اللي ممكن يقدموه بالنسبة للسلسلة كيلزون. هم قدمش اي حاجة تعتبر تأكيد او نفي الوضع السلسلة في الوقت الحالي. هل هم مستمرين ان هم يشتغلوا عليها ولا خلاص كده كيلزون انتهت بالنسبة لهم. هو اكد ان السلسلة دي في النسبة لهم اللي استوديو قام عليها وتعتبر يعني حاجة من شخصية اللي استوديو. لكن في الوقت الحالي هو من وجهة نظره يعني بدري جدا ان احنا نتكلم عن مستقبل السلسلة دي. فيه تصريح طلع من استوديو بايوير في الفترة اللي فاتت من المخرج المسؤول عن سلسلة ان في الوقت الحالي هم عندهم خطط ان هم مش يعملوا بس ده كمان. اللي احنا احنا لسه مشوفناش اي حاجة من ولا نعرف عنها اي حاجة غير ان تطورها في الوقت الحالي اعتبر شيء بمؤكد. لكن هو بيقول نظريا هم عندهم افكار حتى للجزء الخامس. فمن واضح ان البايوير عاوزين يركزوا بشكل كبير جدا على مستقبل سلسلة زي دراجون ايج. يا رب يعني حاجة زي كده اطلع كويسة ما يدهش الستوديو مليان هوا زي ما حصل مع بايوير مونتريال. وفيه تصريح طلع من تشينجي ميكامي اللي هو كان اخرج الجزء الاول من لعبة ايفي لوزان وهو حاليا منصبه في الجزء التاني منتج للعبة ومصامم الجيم بلاي اللي اشتغل على الجزء الاولاني هو يعتبر مخرج بتاع اللعبة. تشينجي ميكامي قال ان الجزء اللي جاي يستحسن ان الناس انها تلعبه على اقل صغوب ممكنة. لان اللعبة هتكون صعبة جدا. دي حاجة رجعتلي الحقيقة الزكريات بتاعت الجزء الاولاني لان الجزء الاولاني لما لعبته على تقريبا انا مدت حوالي اكتر من مئة مرة تقريبا حاجة زي كده. عموما دي جاد كل الاخبار لتخص الحلقة دي لو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر هتلاقي اللينك موجود في وقبل ما انهي الفيديو عاوز اسأخد ديقتين من الوقت فيديو نفسه عشان اشكركم على الاستقبال الايجابي اللي انا شفته في الفيديو اللي انا قدمته في الاسبوع اللي فات اللي هو كان عن العاب العالم مفتوح الفيديو اللي انا نقشت فيه الاربع سنين اللي فاتوا والالعاب اللي احنا شفناه من النوع ده وطبعا الاستقبال الايجابي ده كان سواء من الناس اللي فيديو او المناقشات اللي موجودة في التعليقات انا قرأت التعليقات دي كلها وطبعا خدت بالي ان في ناس كتيرة جدا بتقولي ان انا انوع من الفيديوهات اللي بالشكل ده عشان اه انا عارف كويس جدا ان في حالة روتينية موجودة في الشنل ان انا يقام بقدم يقام بقدم الحلقات بتاعت كل اسبوع. الاسف ويمكن قلتها قبل كده ان انا من ناحية الوقت الموضوع مش في صالحي قوي ان انا نص يومي ممكن يكون رايح للشغل بتاعي. وطبعا يعني بقيت اليوم متفرغ ان انا يما العب اللعب اللي بتكلم عنها. يما ان انا اقدم الفيديوز دي. فالموضوع موكي يكون معاصلك شوية معي من ناحية الوقت. فيمكن الشنل تستمت شوية على الفيديوهات الروتينية اللي اقدمها كل اسبوع. بس يعني انا حاولت بقدر الامكان في الفترة اللي فاجت ان انا احط مسلا توبيكس معينة ان انا اقدمها لكم من خلال الفيديوهات في الفترة اللي جاية. تكون مواضيع نفتاحها مع بعض نتناقش عنها. ولو اي حد عنده اي اقتراحات يعني طبعا موجودة تحت. يا اهلا وسهلا. عاوز اشوف ايه الاقتراحات اللي انتم ممكن تقتراحوها بالنسبة لمواضيع نتناقش عنها في الفترة اللي جاية. في حاجات انا محددها ومن الممكن ينزل منها فيديو في خلال الاسبوع ده. اتمنى لكل فيديو ده عجبكم. تنسوش انكم تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب. واشوفكم فيديو جديد.